نتكلم ان شاء الله عن التبرعات النقضية في عندك نوعين من التبرعات تبرعات خرة وتبرعات مقيدة نتكلم اول عن التبرعات الخرة ايش معنى حرة تبرعات الخرة يعني بتديك اي مؤسسة مانحة بتديك مبلغ بتقولك انت خر التصرف فيه تبني فيه تشترق اساس تخطه في الصندوق ايش ما بدك انت خر فيه تمام مثلا مثال عن التبرعات مثلا قالك في واحد واحد استلمت جمعية المحاسبة والمراجعين الفلسطيني مبلغ قدره قديش الفين دينار تبرع نقضي من احد الاشخاص واحد تبرع هاي بتقول من حساب الصندوق الى التبرعات التبرعات هنا ايراد طي اي واحد يتبرع على الجمعية ايراد مش بياخدوا مصاري ايراد تبرعات الى من الصندوق الى الصندوق اخد الفين دينار زاد مدين الى التبرعات دائن الفين الفين طيب نكمل كما بلغت التبرعات النقضية المحصلة من اقامة احد المباريات والله الجمعية هذه بتعمل مباريات بتبيع تزاكر بلغ قديش 3000 دينار ها من حساب هاي 3000 من الصندوق الى التبرعات نفس القيد من الصندوق الى التبرعات تلاتة تلاتة هذا المفروض هنا وبعدين هذا هنا مش مشكلة هاي الصندوق الى التبرعات تلاتة تلاتة تبرعات ممكن تكتب هنا مباريات ممكن تكتب اشخاص تبرعات من احد الاشخاص وهنا من احد المباريات كمل وبلغت المصروفات دائما مصروفات مدينة دائما بلغت مصروفات 500 دينار دفعناها من الصندوق اذا من حساب مصاريف تبرعات الى الصندوق 500 500 من مصاريف تبرعات الى الصندوق 500 500 تمام وين هده التبرعات هنا طبعا جفل المصروفات الى الخمسمية في حساب التبرعات طبعا هده القيد مش مطلوب هده القيد عشان اريح هده 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 لخير مش مطلوب بس واحد اتنين تلاته هده مش مطلوب ترخموش حالكو فيه تمام لو انا حط القلم عليه هده مش مطلوب هده ملغي اخر قيد تمام طيب هده بالنسبة للتبرعات حرة سهلة قيود محاسبة واحد يعني حساب التبرعات مش مطلوب التصوير بس قيود يومي بس تمام عندك فيه الان التبرعات المقيدة خاصة ايش مقيدة يعني يا جماعة بتديك مبلغ لبناء مبنى زي انه فيه مبنى في الكلية مبنى المكتبة اللي في الكلية المكتبة هده مبنى منت اربع طوابق اجاه مبلغ قالولي بس بدك تبني فيه مكتبة تمامش فيه ولا شيء ولا تشتري فيه شيء ولا تحطه في الصندوق ولا فيه بدك تبني فيه مكتبة هذا مقيد بقيدك بحاجة لازم تبني فيه مبنى تمام ناخد قيد ناخد مثال مثال رقم خمسة فيه واحد واحد الفين واشين استلمت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطيني مبلغ قديش عشر تلاف دينار تبرع من احد المؤسسات الخيرية لاقامة مكتبة عامة وتم اداع المبلغ في حساب الجاري لدى البنك فلسطين احطوه في البنك فلسطين عشر تلاف دينار وفي تلاتين اتناعش الفين وعشرة تم الانتهاء من تجهز المكتبة العامة وبلغت التكاليف قديش تكاليف المبنى عشر تلاف يعني عشر تلاف اللي حطوه هن هن قض وكفاية وبنوا فيهن وكلفته عشر تلاف يقدون عشر تلاف وكلفت عشر تلاف خلاص امورهم تمام طيب المطلوب بيان اثر ذلك على الميزانية بيان اثر ذلك على الميزانية بسم الله اول قيد اخدوا مبلغ عشر تلاف دينار اللي هو هذا اخدوا ونحطوه في حساب الجاري في البنك بحطوه بنك راعوا البنك وفتحوا حساب وسموه بنك المكتبة العامة بنك المكتبة العامة له عشر تلاف دينار تمام هنا الى احتياط المكتب ايش معنى احتياطي يعني حطوه لحتياطي لبناء المكتبة حطوه احتياطي لبناء المكتبة بنك المكتبة العامة عشر تلاف الى احتياطي حطوه احتياطي عشان يبنوا في المكتبة طب قديش بلغت التكاليف بلغت التكاليف 10.000 دونار بلغت التكاليف المبلغ اذا من حساب المكتبة العامة الان المكتبة مبنت 10.000 دونار لانه صارت اصل والاصل يسمى باسمه المكتبة العامة وين دفعنا المبلغ هذا دفعناه من بنك المكتبة اخدناه العشرة تلاف اللي كان في البنك اخدناه دفعناه من بنك المكتبة من المكتبة العامة الى بنك المكتبة العامة تمام 10.10 صار اصل عندنا ولا واحد يقول لي تكاليف يروح يقول لي مصاريف المكتبة بجوزش هذا اصل اي مبلغ يندفع الاصل يتحمل الاصل يسمى باسمه مكتبة مش مصروف تمام بعدين يا جماعة المبلغ هذا العشرة تلاف الاحتياطي مش خلص مش راح مش انتهى كان احتياطي لكن بنانا في المكتبة خلص انتهى بدي نقفل كإله بدي يصير من من احتياطي المكتبة الى الفائد العام ايش معنى فائد عام يعني هادي المكتبة صارت عنا فائد اجتنا من باب الله فائد عام من وين اجانا من الاحتياطي يقول الاحتياطي قفل من لانه كان الى صار من قفل خلصنا منه هادي قبل خلصنا منه اذا صار فائد عام فائد عام العشرة تلاف تمام والفائد العام يعني اجانا من تبرع هادي اسم مفادعة طيب مثال ستة تابع طبعا المثال خمسة بالرجوع الى بيانات المثال خمسة ها فرضا بقولك ان بلغ التكليف تجهيز المكتبة اتناعشر الف انت بقول هنا اتناعشر الف هو كانت هناك المثالفات عشرة ابه هنا كلفت اتناعش ودفع ها مبلغ ها المبلغ العجز من اموال الجمعية وكان رصيد البنك كام مش كان عنا عشرة تلاف دينار تاعم المكتبة كان رصيد عشرة تلاف يكبقى جماعة هنا المكتبة كلفت اتناعش مش عشرة هما ادونا عشرة لكن كلفت اتناعش دفعنا الالفين للزيادة من وين من الجمعين لانه خلص ما ابنا بدي يخلص ندفع الالفين وخلص مبنانا ولا نضلنا واقفين لا خلص مبنانا منك براح دفع الجمعية هادي دفعت من جبتها الفين هما دونا عشرة والمبنى كلف اتناعش هنا مفترات كلفتها مش عشرة هناك المثالفة نرجع المثالفات دفع عشرة وكلفت عشرة خلص ما فيش لا ربح ولا فوض ولا عجز هنا لا هنا كلفت اتناعش اعتبر من وين بدي ندفع الفرق الالفين من جبتنا اذا هنا هي من حساب المكتبة العامة الى بنك الجمعية هي بنك الجمعية دفع الفين اللي هو الفرق هم ادونا عشرة كلفتنا اطنعاش اذا فيه الفين زيادة في المبنى كلف ما قداش المبلغ العشرة تلالة اذا ندفعه من بنك الجمعية من المكتبة العامة حمان على المكتبة العامة هي الفين الى بنك الجمعية الفين هاي المكتبة العامة ما قدش كلفات في المثال هذا عشرة هاي المكتبة العامة لكن هنا من وين دفعوا من بنك المكتبة نبلغ هذا لكن هنا نفس القيد هذا نفس القيد هذا هايو المكتبة العامة 2000 تمام الى بنك الجمعية 2000 هاي دفعناه من بنك الجمعية ناك دفعناه من بنك المكتبة بدناش التصوير الميزانية مش مطلوبة كتير تمام او بدك تصورها ما في مشكل هاي 12000 هاي المكتبة كلفتنا جديش الفقد العام عنا 10 اللي هو اللي دفعونا دفعوه المبلغ المدفوع جديش جديش ده ها جديش صارت هاي 10 ناقص 12 تمام اه في عندك بنك البنك هذا بنك المكتبة 10 بنك المكتبة نقصنا منه 2000 ماشي خدنا منه 2000 هذا خدنا منه 2000 جديش ده 8 من حساب الاحتياطي الى الفقد العام هادا القيد دك تكتبه زي ما هنا كنا بنكتبه هنا بتكتبه هاي من احتياطي هاي من المكتبة العامة للفقد العام من احتياط المكتبة الى الفقد العام 10 كله لكن هنا بردك نفس القيد من احتياط المكتب الالفاض نفس القيد اللي هنا هناك نفسه بتغير ش بس هنا بنكتب القيدة زيادة تمام مثال سبعة باستخدام نفس البيانات المثال اللي فات هاي الحالة التالتة تمام ممكن جيب لك الحالة ممكن جيب مثال خمسة وستة وسبعة في مثال واحد هاجيب هاد الحالة هادي وقلك ازا علمت ان رقم اتنين ازا علمت ان كزا كزا الحالة التانية في المثال وازا علمت انها رقم ثلاثة في المثال السابق ازا علمت ان تكلفة المكتبة قدش كلفات تسعة يقدون عشرة كلفت تسعة ازا في زيادة هنا في زيادة الف ها هدي هناخد هنكسب هناخدهن طيب ناخدهن من وين بدنا ناخدهن من بنك المكتبة وين بدنا نحط المصاري الالفة ده نقدون عشرة كلفتنا جديش تسعة وما اعطونا عشرة كلفتنا تسعة ازا فيه الف زيادة من بنك الجمعية اخد هي اخد الف الزيادة حطنا في بنك الجمعية من وين اخد من بنك المكتبة يقبى بنك الجمعية اخد الف زيادة مدين اخده من وين من بنك المكتب تمام طبعا هنا مش مطلوبة الميزان مش مشكلة كتير طبعا القيد هو هو نفسه من احتياط المكتب العامل الفائد نفسه المفروض ينكتب هنا قيد نفس هذا هذا نفسه هنا نكتب هنا الحالة التالتة تمام ان شاء الله نتكلم في المثال الجاي عن الاعانات ايش معنى الاعانات الاعانات يا جماعة الدولة بعد احيان بتدي نقابة المحاسب ونقابة المهندسين وا 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 بعد النوادي دعم سنوي عشرة الاف عشرين الف هاد اسم اعانة اعانة من الدولة دائما الاعانات من الدولة اما التبرعات قد تأتي من اشخاص او من جمعية خيرية او 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 لكن الاعانة دائما من الدولة بتيجي تمام مثال في واحد اثنين مثال على الاعانات طبعا في واحد اثنين الفين استلمت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطيني اعانات بمبلغ سبع تلاف دونار وتم اداع المبلغ في حساب البنك اذا هذا اراد دائما الاعانات بالنسبة للجمعية لجمعية المحاسبين اراد زي زي التبرعات زي الاشتراكات زي الرسوم كله الاحساب طبعا وين حط المبلغ حطه في بنك الجمعية اعانات تم اداعه في الاحساب مش في الصندوق في الاحساب الجاري من حساب بنك الجمعية الى الاعانات تمام سبع تلاف سبع تلاف طيب هنا من الاعانات لعانات هذه ارادات تنقفل هنا الاعانات ارادات تنقفل في حساب اسم حساب الارادات والمصرفات من حساب الاعانات الى الرئيسات والمصرفات سبعة تلف سبعة تلف في التبرعات العينية تبرعات عينية مثلا واحد بديك اش مصاري بديك تبرع عيني بديك اصل بديك مبنى سيارة اثاث اجهزة معدات او رقم لي اي حاجة بديك اعانا تبرع ايش تبرعات مثال رقم تسعة تمام قال لك في واحد ستة الفين وعشر استلمت نادي خدمات رفح تبرعات عينية بمبلغ عشرين الف دنار ممثلة في الاتي ستة الف اجهزة ومعدات اربعة تلف دنار مشتريات سبعة سيارة و تلاتة اثاث المطلوب اسبت قيودة لومية بيان اثر ذلك على الميزانية سهلة جدا من مذكورين عنا ايش اجهزة سيارة اثاث استثمارات هاي اجهزة معدات مشتريات هاي استثمارات هاي و اثاث هاي نفسه هاي اجهزة سيارة اثاث مستثمارات قديش مجموحنا ادو جمحن الى مين هدول فاعد عام هدو يعطي ايش فاعد عام زي هزي المكتب هدول اجنك من باب الله تبرع من احد الاشخاص تبرع عيني عيني ادوك سيارة وادوك اثاث وادوك استثمارات وادوك اجهزة معدات اجمحن قديش مجموحن عشرين الف دينار طب صور الميزانية هاي الجنب الاصول وهي جنب الخصوم دائما هدول يا جماعة اصول ولا لا الاجهزة والاساس والمعدات والاستثمارات كل اصول هدول هاي حاطتهم في الصول هدول الفاعد العام هده يعتبر بدي اضاف لرأس المال فاعد عندي فاعد فاعد كرأس ما زي الربح زي الارباح كأنه فاعد بس هده فاعد جاي من الاصول العينية فاعد انه تبرع اصول عينية ايش العينية يعني اصل يعني بتقدر تلمسه ثابت تمام فاعد عيني تمام عندك ارادات النشاط الداخلي يا جمال هين عندك فندق عندك نادي عندك صالة عندك اي شي انت يعني مثلا عندك مثلا عندك نادي النادي في مطعم كفترية في ملعب مش كله ارادات بدخل في صالة في بيعملوا صالات في النوادي وهذا في مصر موجودة صالات افراح مش بتدخل كلها ارادات هذا بدخل كلها ارادات ها بدنا نشوف قديش المعالجة المحاسبية مثلا مثلا اجد بيعمل حفل عيد ميلاد بديتأجر القاعل في النادي بنأجره مش كله ارادات تادي في مطعم في النادي مش بيع اكله شربه وتذاكر مثلا النادي نادي بده لحضر المباراة في بيبيع وتذاكر لنوادي دخول النادي تمام لحضر المباراة زي مباراة زي مالك الاهل لمباراة برشلونة مش كله هدي بفلوس بفلوس تمام هدي كلها ارادات طبعا مقابل زي بديتفع مصروف الراجل بديتفع مصروف مش بديه عمال و بديه نظاف و بديه موضة تنظيف و بديه بديه تمام في واحد واحد الفين قام نادي الشهداء الرياضي بتأجير المطعم لأحد الأشخاص بمبلغ قديش خمس سنة وحصل المبلغ مقدن مع العلم ها هذا مهمة مع العلم بأن قيمة التأمين المطعم تأمين ألف دينار نقدا ها ومدة الإيجار سنة واحدة وتم رد التأمين بالكامل في نهاية العام إيش معنى التأمين يا جماعة الآن لما يجي بديتأجر تأجره بخمسة بديتفع كمان ألف تأمين إيش معنى التأمين يعني التأمين لو أجب يعني زي ما أنت بتتأجر محل وفي آخر السنة لازم تسلم المحل زي ما استلمته مش روحوا تخرب وتكسر وتكسر المحل وفيه فخورة وتكسر بلاطه لا بياخدوا منك ألف دنار تأمين وبتفقد المحل إذا والله فيه حاجة خاسة أو فيه حاجة مخربة بيخصموا من التأمين تمام لكن هنا ردوا بالكامل إيش معنى ردوا بالكامل للراجل يعني أخدوا منه أمن أمن عنده ألف دنار فأخر السنة يرجعوا بالكامل أجوا شافوا المطعم لقوا مش خاسس ولا شيء أدوا للراجل قالوا تفضل هاي المبلغ مازال مطعم مش خاسس هاي المبلغ تمام مطلوب ويودوا لوميا أول شيء أخدنا إحنا كنادي شهداء الرياضي أخد خمسة ألف دنار نقدا نقدا إيجاب واخدنا إيش كمان واخدنا ألف دنار تأمين ها بدك تكتب قيد يا كل قيد لحال القيدين مش مشكلة لو بدك تكتب قيد لحال بدك تقول من حساب الصندوق لحساب إيجار المطعم خمسة ألاف خمسة ألاف هذا هو القيد وبعدين من حساب الصندوق إلى تأمين الإيجار ألف ألف تمام كل قيد لحال يعني هذا الحال وهذا الحال لكننا عمل لها قيد مزدوج مركب من حساب الصندوق الصندوق أخد إيش أخد خمسة ألاف دنار إيجار وأخد تأمين كمان ألف هاي ستة ألاف هاي إيجار خمسة وتأمين ألف هاي الستة ألاف تمام هاي المبلغ المحصل مقدة طي هنا الإيجار السنوي خمسة ألاف وين بدي يقفال ها هذا إيراد إيجار مش مصروف إيراد إيجار أجر الراجل من حساب الإيراد إيجار هاي إيه لا بدي يصير من قفل إيجار إيرادات ومصروفات إنه إيراد بكفل في إيرادات ومصروفات طيب هنا التأمين التأمين رد قال لك رد التأمين بالكامل نقدا دفع من السندوق هاي التأمين السندوق بدي يدفع بدي نقص إلى السندوق ألف من حساب التأمين ألف جبا من حساب التأمين إلى السندوق رد ها بدي نعكس إلى هنا خدناه هنا أعطنا للراجل رجعناه من التأمين إلى السندوق ألف ألف تمام لو أين أجي تصورت الميزانية سهلا هاي ستة ألاف سندوق أخذ السندوق ستة ألاف في تأمين رجعناه اللي هو الالتزام علينا للراجل بدي يرجع ألف تأمين هذا كمان عندنا بدي يرجع للراجل التزام علينا دين تمام هنتكلم عن إن شاء الله طبعا عن تشغيل المطعم لو أنه مطعمه بدنا نشغله فيه إلو إرادات وفيه إلو مصرفات فيه ما يلي البنات المستخرجة من خدمات خدمات رفع الرياضي أو نادي خدمات رفع الرياضي والخاصة بنشاط المطعم فيه مطعم في النادي فيه كافترية في النادي بيقدم إيش بيقدمه جماعة مواد غذائية ومشروبات أكل وشرب وكولة مكولة أربعمائة اشترى الراجل اشترى الراجل مواد هو مشتريات للأكل تجهيز للأكل تلات تلاف وسبعمائة وشتر وعندك مصاريف نقل نقل مئة دينار نقل لغراض لما جاب للمحل وجوره عمال دفع عمال ألف وخمسمائة مصاري متنوعة تلات تلاف باع قدش الباع باع هذا إراد المبيعات طبعا هنا خلي بالكم هنا إراد المبيعات تمن تلاف دينار وعندك مواد غذائية ومشروبات ضلن لاخر السنة من باعان الشدول كولة وما كولة ومش عارف فيه في التلاجات ده الخمسمائة دينار المطلوب تصوير حساب المضعم سهل الأمور نشوف الإرادات والمصرفات هاي الإرادات تمن تلاف مبيعات باع هذا جنب الإرادات وجنب المصرفات عندك كمان ضل أخر السنة بدعت أخر المدة بتنحط هنا طبعا مواد ومشروبات تلاتين اتناعش اللي هو أخر المدة اوح تلاتين اتناعش أخر المدة هذا وماش أخر المدة هنا وأول مدة هنا دايما كنا بنحطها دايما أخر المدة هنا مدنار طب إيش المصرفات إيش دفع مواد غزائية ومشتريات وناغل وجور ومصري متنوعة كل هدول دا فاحن الرجل كل هدول دا فاحن اجمع تمن تلاف وخمسمية تمن تلاف وخمسمية هذا الأكبر طبعا هذا الأكبر نحطه في الجنبين زي ما قلنا زمان تمن تلاف وخمسمية ناقص هدول 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 بطلع قديش الفريق الفين وخمسمية فائد عام مصفة ربح لأنه النادي لا يهدف إلى ربح ما هده فائد عام فائد عام من حساب بتكتب القيد هذا بيقيد من حساب إراد مطعم وين بدين نحط وين بدين نقفلين في إرادات ومصرفات في إرادات ومصرفات هاي الفين وخمسمية الفين وخمسمية تمام هاي مثال 11 مثلا في ميال البنات المستخرجة من نادي الشهداء الرياضي خلال هاي عندك إعلانات وطبع التزاكر ومصريف وأجور وإجار كل مصريف كل هدول مصريف إيش طبيع الإرادات بيع مأكلات بل في خمسمية ورد بيع تزاكر بيع إراد ما زال في كلمة إراد إرادات الفين طب المطلوب تصوير حساب إيش حساب المحل هاي حساب المحلات هاي الإرادات هاي آسف المصرفات وإلى إرادات إيش إرادات عندك إراد مأكلات ورد تزاكر هاي الإرادات إيش عندك مصرفات إيجار قاعة وطباعة وتزايع ومصريف وإجور وكذا كذا إيش مع هدول الأكبر هدول أكبر 2050 2500 ما قص دول كله هيتهم بطلع هنا 1500 فائد من الفائد الاحساب الارادات والمصرفات من فائد اراد المحلات من فائد او اراد المحلات الارادات والمصرفات من اراد المحلات ارادات المصرفات اللي هي 1500 تمام طبعا عندها كان ارادات الاستصمارات واحد اللي والله استصمار عنده فلوس زيادة واستصمارهم في شركتين استرأسهم في شركة جوال في شركة اي شركة اريده شركة اي اريد اي شيء مثال رقم 12 في ميل البنات المستخرجة باستصمارات نقابة المهندسين الفلسطينية والتي بلغت ارادات اوراق مالية فوائد وداع واراد بدي اثبات قودة الامية سهلة هي من حساب البنك 4000 اللي هي مجموحة دول الى مذكورين هي ارادات اراد اراد دائما الارادات الى دائما الارادات الى من اراد عقار اراد اوراق مالية قبضوا وقبضوا فوائد كمان الف اذا قبضوا 1800 و1200 و1000 دينار تمام هدول كل هن هاي المجموحة سهلة ايدي ومية محاسبة واحد طبع المعالجة المحاسبية ليه المصرفات هدا ملغي هدا مش مشكلة او نشرحه نعتبر مش ملغي نشرحه اشترت نقابة النقابة الاطباء الفلسطينية ايش اشترت اجهزة طبيب 5000 دينار نقدا بشيك نقدا او بشيك مش مشكلة بشيك 5000 دينار اشترع اشترع ايش معداتك بأصول يبقى من حساب ها الاجهزة الى الصندوق 5000 محاسبة واحد قيد محاسبة واحد طب ايش دفعت مصاريف دفعت انارة خمسمية هاتف تلاتمية رواتب 1300 دينار ونقدا دفعت اذا انا من حسابها المصاريف قيد محاسبة واحد انارة هاتف رواتب الى الصندوق تمام هدا المبلغ طب ابن نقفر خلي بالك او خلي بالك بدك تكفل هدول بدين قفلن هدول المصاريف وين بنقفلن في حساب ارادة ومصرفات من حساب ارادة ومصرفات الى مذكورين اقفلوهن تعقص القيد عن اقفل ترجمة نانسي قنقر